قطار التسوية السياسية الذي انطلق قبل عام ونصف لبحث تنفيذ القرار الأممي 22-16 انتهى به المطاف منقلبا على نفسه لبحث تسوية سياسية على رأس أولوياتها إصلاح مؤسسة الرئاسة بدأ المسار السياسي منتصف العام الماضي بما أسمي حينها بادرة حسن النواية والتي تتضمن إطلاق المعتقلين السياسيين والصحفيين المحتجزين لدى الميليشيا وفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات الإغاثية غير أن الميليشيا أفلتت من هذا الاستحقاق على طول جولات المباحثات التي انعقدت لاحقا وفي كل مرة كانت تضيف خطوة جديدة في سجل عدم التزامها بتنفيذ الاتفاقات الموقعة وفي حين كان الوفد الحكومي يذهب كل مرة إلى المباحثات حاملا معه مطلبه الوحيد تنفيذ القرار الأممي 22-16 كان وفد الميليشيا يحصل في كل مرة على تنازل جديد مستندا إلى عدم جدية المجتمع الدولي في تطبيق القرار الأممي خلال عام كامل عقد الطرفان اليمنيان جولتين محادثات في العاصمة الكويتية استمرت قرابة أربعة أشهر ولم يخرج منها بشيء سوى إعلان الانقلابيين عن مجلسهم السياسي في صنعاء وهما عدته الحكومة والمجتمع الدولي انقلابا على الحل السياسي ودليلا على عدم جدية الانقلابيين ولم يزد المجتمع الدولي على قوله ذاك أي شيء وبدلا من معاقبة الانقلابيين انطلق المجتمع الدولي في ضغوطه نحو الحكومة فارضا عليها تقديم المزيد من التنازلات التي أخرجت الأزمة اليمنية من مسارها الصحيح كمواجهة بين سلطة شرعية وجماعة مسلحة إلى أزمة سياسية بين الطرفين مما جعل الأزمة تدخل نفقا يبدو بلا نهاية إن لم يتم الحسم العسكري وإسقاط الانقلابي بالقوة ذهب المبعوث الأممي والمجتمع الدولي بعيدا في مقاربة الأزمة اليمنية ليصلوا إلى خلاصة لم يشاركهم فيها أحد من اليمنيين سوى الفريق الانقلابي في صنع وهناك توقف المسار السياسي نتيجة رفض الحكومة الخطة الأممية المقدمة من إسماعيل الدشيخ والتي رأت فيها شرعنة للانقلاب ومخالفة للقانون الدولي بإجازة سيطرة الجماعات المسلحة على السلطة ونجاتها من أي عقاب ترتكز الخطة الأممية الأخيرة على أفكار تقترب من رؤية الميليشيا ولكن رفض الحكومة لهذه الخطة جعل الرباعية الدولية الرعية للعملية السياسية في اليمن تتراجع لاحقا معتبرة تلك الخطة إطارا عاما للحل مع التأكيد على عدم تجاوز المرجعيات المعتمدة خلال 12 شهرا وجولتين من المباحثات وكثير من اللقاءات العلنية والسرية لم يحقق المسار السياسي تقدما حقيقيا على طريق الحل في اليمن وكل ما يطرح الآن من أفكار للحل لا يخرج عن كونه مغالطات تذهب بالأزمة اليمنية في طريق لن يعود باليمن إلى ما قبل يوم 21 سبتمبر من العام 2014 يوم النكبة التي أوصلتنا إلى كل هذا